في السياق ذاته بيّن رئيس هيئة التشريع والإفتاء أن المرحلة القادمة ستشهد اكتمال عمليات البت في قيد الناخبين ممن يحق لهم التصويت بشكل نهائي في الانتخابات المقبلة مشيدا في الوقت عينه بمستوى نمو الوعي الانتخابي عند المواطن البحريني والذي ظهر جليا من خلال الأرقام التي سجلت في قيد الناخبين والاعتراضات المقدمة خلال هذه الفترة بندخل لحين المرحلة الحالية الموجودة هي مرحلة الاعتراضات والفصل في هذه الاعتراضات بالنسبة لهذه الأسبوع وأيضا عندنا المرحلة اللي بعدها اللي هي مرحلة الطعون عمام المحاكم الاعتراضات بتكون إن شاء الله خلال ثلاث أيام ويتم الفصل فيها من قبل اللجنة الإشرافية وعندنا المرحلة الأخيرة اللي هي فصل المحكمة في الطعون في حال ما إذا تقدمت إلى محكمة الاستناف العليا المدنية وبيكون عندها فترة سبعة أيام للفصل في هذه الطعون وبعد ذلك ستصبح الجداول النهائية بتاريخ 17 عشرة وبعد ذلك في نفس اليوم بتفتح طلبات تلقي الترشع الأرقام تعبر أكثر يعني إذا نتكلم عن 134 ألف مواطن تأكدوا من وجود أسمائهم في جداول الناخبين سواء كانوا بالزيارة أو عن طريق الموقع الإلكتروني هاي في حد ذاته دليل على الوعي ودليل على أننا بفضل من الله سبحانه وتعالى أن مسيرتنا الديمقراطية متواصلة بخطة ثابتة وبوعي أكبر في كل مرحلة من المراحل